عبدالله موسى بيلة من بوكين أفاسو مولود ومقيم في مكة المكرمة في حدود الرابع عشر من عمري بدأت في التجربة في الكتابة وكنت أكتب وأخبي هذه الكتابة عن العائلة لأنني لم أكن أثق في أن هذا المكتوب يستحق أن يطرح أو يعرض على الجميع وواصلت في الكتابة إلى حدود الثامن عشر من عمري تجرأت على النشر أرسلت نص كتبته بيدي وأرسلته إلى صحيفة سعودية صحيفة المدينة ثم أخذت هذه القصيدة الموجودة في جريدة المدينة ودخلت بيع الوالدة وكانت فرحتها جدا كبيرة بهذا النص وبعد ذلك أصبحت هي الدعم الأساسيلي في نشر النصوص وكانت تكفل حتى بمصاريف إرسال القصائد عن طريق البريد وظل هذا الدعم إلى آخر يوم في حياتها رحمه الله ورحمه الوالد وبسبب هذا الدعم الكبير من الوالدة والوالد حاولت أن أهدي ديواني الثاني صباح مرمم بالنجوم إلى والدي ووالدتي تعبيرا عن ما فعلاه وعن كل ما قدماه لي غرق البحر أخيرا وبكى الماء على الماء وعدت اليوم من آخر أحلامك مزهوا بوهم الثأر والنص لمن أو كيف لا تدري ولكن غرق البحر وهذا سوف يكفي سوف يكفيك لتنسى الضمأ الصاعد في روحك مذ خاتلك الوقت السرابي وأعمتك بروق لها بالراقص في ذاكرة الليل الطفولي وقد بدل للنوم ثيابه خلصة تخرج من غابة هذا الليل تستقصي حدود النور في الصبح الذي تاه وأغرته شوم الأفق الممعن في العدو إلى آخر أوهام الأساطير رماد الزمن الراحل في قافلة الريح وأحلام العصافير الوحيدة صاخب حزنك كالعادة أطعمه فتاة الفرح المالح في الصبح وهدئه قليلا وتأمله طويلا وطويلا مثلما تغرق في أسئلة اللوحة عيناك يذوب الأبيض الغائم في أسودها القاتم يشتد دوار اللون في رأسك يمتد وتعمى كل لوحاتك في عتمة ألوانك لا شيء يشع الآن في ذاكرة الوقت سواك فتأمل في العم الصارخ في اللوحة آثار خطاك ليس دمعا ما يسيل الآن في وجنة هذا الورد بل نهر من العطرة النق ليس حزنا مأتما هذا الغراب الأسود الناعق والمثقل بالسر الوجودي وأحزان البداية هو حبر فر من محبرة الليل ينسى في كتاب الصبح إذ تاه فلم يعرف إلى الليل أو الصبح طريقة ليس وهما ذلك البرق الذي قبل عينيك وأورى النار في روحك فالساقط منها الحطب الفاحم بل محض سحابة مسحت يوما على قلبك بالماء السماوي فأحيتك وحيتك الأساطير وزارتك وشوم اللغة الأولى التي حطت عصافير على صدرك مذ أرقك الحزن الوجودي الصمود كلما حاولته بالشعر أعيتك فخاخ الأحرف الحبلة بأوهامك أصمتك الغرابة مزمر صمتك منذور لريح القلق العاصفي أدواؤك يا شاعر شتى نزفت خوفك أحلامك واليأس الذي ينأى ويدنم كلما لعبك الموج وأغرتك طيوف الغرق الأزرق في عين الكتابة ربما تدرك أنت الآن ما معنى الكآبة هي أن تشعر مثلي وأنا أكتب أو أقرأ هذا العبث الشعر بلا جدوى الكتابة شكراً عبدالله شكراً لك على كل هذا الجمال والصور الشعرية أبدعت قصيدة كانت بعنوان خروج أخير من غابة الليل ونسمع رأى لجنة التحكيم أبدأ مع الأستاذ محمد إبراهيم يعقوب رأيك بالقصيدة أهلاً وسهلاً يا عبدالله عبدالله يسمي قصيدته خروج أخير من غابة الليل لكنه يبدأ بالبحر أغرق البحر أخيراً وكأنه أنهى كل مهامه وذهب البحر عند عبدالله بيلا يعتبر نقطة تحول بين الحياة والموت نقطة التماس بين الليل والنهار بين الأبيض والأسود وهذه التنائيات في شعر عبدالله بيلا موجودة وكثيرة عبدالله بيلا شاعر يهجس بالعالم طول الوقت أليس هو الذي يقول أن الشعراء لا ينامون لأنهم يحرصون حزن العالم لكن هذا الواقع أصعب وأغرب من الشاعر بالإضافة إلى هذه التنائيات تتميز شعر عبدالله بيلا بهذا الإضافات نسمع مثلاً الأفق الممعين اللهب الراقص الليل الطفولي الضماء الصاعد أحياناً تكون الإضافات الثلاثية الغراب الأسود الناعق الحزن الوجودي الصموت المفارقة في هذه القصيدة أنه حين يقول ربما تدرك أنت الآن ما معنى الكآبة هي أن تشعر مثلي وأنا أكتب أو أقرأ هذا العبث الشعر بلا جدوى الكتابة المفارقة هنا أن عبدالله يشعر بلا جدوى الكتابة ولكن متى وهو يكتب وهو يقرأ لم يتوقف ولم ينهي عمله بعد كما أنهى البحر عمله في بداية هذا النص وغرق شكراً يا عبدالله شكراً لك نسمع رأي الدكتور عارف الساعدي بهذا الخروج الأخير من غابة الليل أنا أحب التائهين يا عبدالله هذه قصيدة التيه الشعراء الذين يتيهون ولا يصلون هم الشعراء هذه القصيدة غارقة بهذا التيه التيه الشعري في مواجهة حزن ووحشة هذا العالم تتميز هذه القصيدة باشتغالها على لعبة الألوان يكثر في هذه القصيدة استخدامك لللون الأسود يعني العمى، الليل، الغراب الأسود، الحطب الفاحم، اللهب الراقص، محبرة الليل تركز على هذه الثنائية الألوان في قصيدتك القصيدة فيها هذا النفس الوجودي ولكن لا داعي لذكر الوجوديات ما دامت هي تبحر نحو الغموض تبحر نحو أسئلة لا إجابات لها في مواجهة كل ما يحيط بعبدالله بالله ومواجهة العالم بشكل وبآخر الانتقال الأخير التي أحدثتها في قصيدتك هو ضمير المخاطب الذي كنت تخاطب الآخر وتقصد به طبعا ذاتك الشاعرة ثم تنتقل بالفقرة الأخيرة ربما تدرك أنت الآن ما معنى الكآبة هي أن تشعر مثلي وأنا أكتب أو أقرأ هذا العبث الشعر بلا جدوى الكتابة أقول لك يا عبد الله إن من يكتب مثل هذا النوع من الشعر بهذه الجودة العالية لا يحق له أن يقول لا جدوى للشعر شكرا لك شكرا لك شكرا جزيلا ختاما نسمع رأي الدكتورة فوزية أبو خالد خروج أخير من غابة الليل مدهشة صور هذه القصيدة مغايرة تشبيهاتها حارقة ألوانها عاصفة لغتها الليل غابة والبحر البحر يمارس سلطانه ضد سلطانه فيغرق هو نفسه وكأنه قرر الاهتحار العصفير وحيدة إلا من أحلامها يا لها من عزلة فارهة كل الأشياء العصية تصير قادرة على تغيير طباعها للخروج من معتاد الكلام على يد شاعر تقلقه القصيدة بجدوى ولا جدوى الكتابة التي أرى أنه يجيدها بجدارة على طريقته الصافية الخالصة هنيئا لنا بوجودك هنا ترجمة نانسي قنقر